صفقة روسية صهيونية أمريكية يمكن أن تؤدي إلى انسحاب ميليشيات إيران من سوريا وبالرغم من النفي الروسي لها فإن بعض الوقاع تشير إلى أنها ربما ترى الضوء قريبا فقد كشفت مصادر صحفية استندت إلى تسريبات ثلاثة من أعضاء الكنيسة الصهيوني شاركوا في الجلسة الأخيرة للكنيسة أن رئيس وزراء الاحتلال بن يمين نتنياهو الذي التقى الرئيس الروسية فلاديمير بوتين في باريس قبل أيام ناقش ماهية الصفقة خلال اجتماع مغلق أمام لجنة الخارجية والدفاع التابعة للكنيسة الصهيوني وبينت المصادر أن نتنياهو ذكر أمام أعضاء لجنة الكنيسة أن الرئيس بوتين عرض عليه التوسط في تخفيف العقوبات الأمريكية على إيران انسحاب ميليشيات طهران من سوريا كما بيّن نتنياهو أن الروس والأمريكيين يجرون محادثات للحد من النفوذ الإيراني في سوريا حيث عقدوا الاجتماع الأخير من أجل ذلك في الثامن من شهر تشرين الثاني الجاري في فيينا وكان من بينهم المبعوث الأمريكي جيف جيفري وكبار المسؤولين الروس وبالتزامن مع الحديث عن الصفقة الثلاثية حذرت رئاسة هيئة أركان الاحتلال من الوجود الإيراني في سوريا وقالت الهيئة أن ميليشيا حزب الله دراع طهران في المنطقة بعيدة عن القدرات التي يطمح الإيرانيون إلى تشكيلها بالرغم من اكتساب الميليشيا خبرة عسكرية كبيرة ومن جهتها دعت الولايات المتحدة على لسان مبعوثها الخاص المعني بشؤون سوريا جيم جيفري الذي التقى نتنياهو في وقت سابق من هذا الشهر كافة الدول الأجنبية وبالدرجة الأولى إيران إلى سحب قواتها المنتشرة في سوريا وقال جيفري أن المطالب الأمريكية بانسحاب تلك القوات لا تشمل الوجود الروسية المتمثلة بنقطة الإمداد المادي التقني في ترطوس والقاعدة الجوية في حميميم كذلك بيّن جيفري أن القوات الإيرانية موجودة في سوريا لتحقيق أهداف طويلة الأمد في المنطقة وهي فرض الهيمنة الإقليمية لتحقيق منافعها وتحويل السلطة في سوريا كما فعلت في لبنان واليمن وتحاول أن تفعله في مناطق أخرى ترجمة نانسي قنقر